أعزائي المتابعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحبكم في هذه الحصة التي سنتناول فيها المنظومة البيئية المعتدلة إذن بالنسبة للمنظومة البيئية المعتدلة فهي تمتد في منطقات العروض المسطى شمل وجنوب خط الاستواء يعني تحديدا بين المنظومتين البيئيتين الحارة والباردة طبعا من مميزاتها أولا التنوع الشديد على مستوى التشكيلات النباتية وكذلك الحيوانية على هذا الأساس يمكننا أن نطرح السؤالين الآتيين أولا ما هي الخصائص العامة للمنظومة البيئية المعتدلة ثم ما هي انعكاسات تدخل البشر على توازن هذه المنظومة إذن دمن المحور الأول سنحاول وصف الخصائص العامة للمنظومة البيئية المعتدلة بدءا بتوطينها على الخريطة إذن بالنسبة للمنظومة البيئية المعتدلة فكما تلاحظون فهي تقع في منطقة يعني العروض الوسطى تقريبا يعني ما بين الدائرتين العرضيتين 33 درجة و 66 درجة شمال وجنوب خط السوى إذن فموقع المنظومة البيئية المعتدلة هو ضمن كما قلنا العروض الوسطى في الشمال والجنوب من خط السوى وعموما فهي تتميز باعتدال الحرارة على طول السنة مع انخفاضها في فصل الشتاء وأيضا بظاهرة توالي الفصول طبعا من نسبة لهذه المنظومة فهي تنقسم إلى ثلاث منظومات كبرى طبعا من خلال الخريطة وهي المنظومة البيئية المحيطية والقارية وكذلك المتوسطية إذن فما يميز طبعا هذه المنظومة البيئية المعتدلة وهو كما قلنا يعني انقسامها إلى ثلاث منظومات فرعية وهي البيئة المتوسطية البيئة المحيطية وكذلك البيئة القارية طبعا ما يميزها أو نقطة مشتركة بينها وهي الاعتدال إذن سنحاول أولا يعني تحديد خصائص المنظومة البيئية المتوسطية طبعا هذه المنظومة هي تسود في حوض البحر الأبيض المتوسط أيضا في أجزاء ميناء الشيلي وأسترالي وكذلك في كاليفورنيب الولايات المتحدة الأمريكية مناخيا هي تتميز بشتاء دافئ وممطر وسيف حار وجاف وينعكس ذلك على التشكيلات النباتية التي تتميز بالتنوع الشديد يعني كتشمل الأحراش الأدغال وكذلك العرعار والحشائش بالنسبة للبيئة أو يعني الوحيش يعني الحيوانة البرية والبحرية فهي تتميز أيضا بالتنوع وتشمل بعض الأنواع كالطيور والزواحف والأسماك إذن فتبقى يعني المنظومة البيئية المتوسطية يعني شديدة التنوع فهي تشمل أدغال كما قلنا وأيضا وحيش متنوع سواء في البر أو البحر الآن نمر لتحديد خصائص المنظومة البيئية المحيطية طبعا هذه المنظومة تمتد في الواجهات الغربية القارات دائما في العروض الوسطى تتميز بانتظام تساقطات طيلة السنة لكن مع غزارتها في فصل الشتاء الحرارة أيضا تنخافض على العموم طيلة السنة وتصراوح ما بين 0 و 22 درجة مئوية وطبعا أحيانا درجة الحرارة تصل إلى ناقص أو ما دون السفر في فصل الشتاء لذلك فهذا ينعكس على طبيعة الغطاء النباتي فهي عبارة عن غابة مخروطية نفضية يعني تنفض أوراقها ومروج الحيوانات البرية والبحرية فهي متنوعة تشمل الطيور والأسماك وبعد طبعا الحيوانات البرية والبحرية إذن فمما يميز يعني الغطاء النباتي في المنطقة أو في المنظومة البيئية المحيطية طبعا امتداد الغابات النفضية والمخروطية وأيضا تنوع الوحيش نمر أخيرا لدراسة خصائص المنظومة البيئية القرية يعني على النقيد من ذلك أو على النقيد من المنظومة البيئية المحيطية فالمنظومة البيئية القرية هي تسود في المناطق الداخلية للقارات في العروض الوسطى لذلك فهي تتميز بشتاء بارد وصيف دافئ نسميا ولكن التساقطات فهي أقل مقارنة بالمنظومة البيئية المحيطية وتتراح بالتالي ما بين 400 و 600 مم سنويا بالنسبة للغابة فهي طبعا أو الغطاء النباتي فهو شبيه نسبيا بالمنظومة البيئية المحيطية إذن يشمع الغابة مخروطية وأيضا مروج إضافة إلى تنوع الحيونات البرية والنهرية كالذبابات الذئاب الطيور وغيرها إذن فطبعا تبقى المنظومة البيئية القارية يعني شديدة التنوع إذن تشمل غابات مخروطية أحيانا تتوشح بالبيض يعني في فصل الشتاء ثم أيضا مروج طبعا عبارة عن مراعي مهمة جدا بالنسبة لتربية الماشية ثم أيضا الوحيش فهو يبقى متنوعا كذلك الآن ننتقل للمحور الثالث والأخير الذي سنحاول يعني دراسة أهم أو استخلاص أهم من عكاسة تدخل الإنسان في المنظومة البيئية المعتدلة بالنسبة للمنظومة البيئية المتوسطة فنمط العيش يعني يمكن أن نميز فيه بين النمط التقليدي الذي يعتمد على الزراعة المعيشية المتنوعة المحاصيل وأيضا موجود فلاحة عصرية سويقية إضافة إلى الأنشطة السياحية خصوصا في حوض البحر الأبيض المتوسط إضافة إلى كثافة الأنشطة الصناعية القديمة النشأة والعالية التكنولوجية إذا الأخطار المرتبطة بالاستغلال المفرط للبيئة المتوسطية فيمكن أن نجمله في تظاهر الغطاء النباتي وأيضا تسع رقع التصحر تلويت الشبكة المائية الإفراط أيضا في صيد البحري ثم أيضا تلويت البيئة البحرية بسبب الأنشطة الصناعية والسياحية وأيضا حوادث ناقلات النفط العملاقة ثم أيضا تلويت الهواء نتيجة لما تنفوته المصانع وعوادم السيارات من أدخنة السامة بالنسبة لإنعكاسات التدخل البشري في المنظومة البيئية المتوسطية إذن كما قلنا هو يجمع ما بين الأشكال التقليدية وكذلك العصرية مثل الزراعة التقليدية ثم أيضا زراعة الدافئات والتي طبعا تعتبر زراعة تويقية بالأساس ولكن تكون لها تأثيرات على التربة هناك إنهاك للتربة وأيضا استنزاف للموارد المائية ثم أيضا مشكلة التلويت لأن البحر الأبيض المتوسط يبقى من البحار الأكثر تلوثا في العالم نمر الآن إلى دراسة إنعكاسات تدخل البشري في المنظومتين البيئيتين المحيطية والقارية إذن النمط العيش أيضا فهو يهيمن عليه يعني النمط العصري فمثلا الفلاحة تبقى يعني فلاحة آلية بالأساس بحكم استعمال المكنة للكثيفة وأيضا الأسميدة والمبيدات وأيضا وجود قطاع صناعي متطور يجمع ما بين الصناعات القديمة كالصلب والكيمويت وأيضا الصناعات العالية التكنولوجيا إذن الأخطار المرتبطة بالاستغلال المفرط للمنظومتين نجد أولا تلوث التربة وإنهاكها وأيضا الأخطار الصناعية مثل ما حصل في مدينة تشيرنوبيل الأوكرانية سنة 1986 وهو ما أدى إلى تصرب الإشعاعات النوية على نطاق واسع إضافة إلى التلوث الهوائي وأيضا الامتداد الحاضري وعدم التزام بعض الدول بخفض نسبة انبيعات الغازات المسببة للاحتباس الحراري كالولايات المتحدة الأمريكية إذن فالاستغلال المفرط لهتين المنظومتين يبقى يعني ملفتان للانتباه بحكم كما قلنا يعني كثافة الأنشطة الصناعية التي تسبب في التلوث الصناعي خصا لهوائي وبالتالي تشكل ما يسمى بظاهرة الضبخان أو الضباب الدخاني ثم أيضا الامتداد الحاضري كما نلاحظ في الصورة على حساب الأراضي والمساحات الزراعية وأيضا المراعي والغابات إضافة إلى بعض أخطار الصناعية كخطر تصرب الإشعاعات النووية كما حدث كما قلنا في مدينة تشيرنوبيل الأوكرانية في منتصف ستينيات من القرن الماضي إذن كخلاصة عزائي يمكن القول على أن استنزاف موارد المنظومة البيئية المعتدلة ويؤدي إلى اختلال أسس توازنها لذلك فالدول أو المنتظم الدولي هو معني بوضع مجموعة التدابير لإعادة التوازن للنظام البيئي بشكل عام لذلك يمكن أن اطرح السؤال كامتداد إذن ما خصائص المنظومة البيئية الباردة إذن ختماً أعزائي أشكركم على حسن تتبعكم وانتباهكم أتمنى أن تكون هذه الحصة حصة مفيدة وماتعة في الأنفسه وأن وفقها في تبليغ مضامين وعناصر الأساسية طبعاً إذا كانت لديكم دائماً أي تأسئلة أو السفسارات يمكنكم أن تسرقها في التعليقات حتى أطلع عليها وأجيب عنها في حيني بحل ولقاكم في حصة قادمة بمشيئة الرحمن ومع موضوع آخر فإلى ذلكم الحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته